الخبر الاثار ضجة كبيرة جدا الحقيقة وهو المتعلق بضيعمة يقرب من 32 مليار تختفي من الموازنة العامة والحقيقة ان العنوان ده الناس خدته وصدقته يعني احنا يعني يا جماعة 32 مليار من الموازنة العامة احنا عاملين موازنة دكان عامة علي اللي تحت يعني فيه موازنة يعني احنا نكلم عن موازنة دولة ومسؤولين عن هذه الموازنة مش حاجة اسمها ان 32 مليار يعني لازم يتم توضيح هذا الامر وانا بناشط كل زمالي وانا اولهم الدقة في تناول املة ما يكون فيه عنوان اسمه كده اختفاء 32 مليار من موازنة الدولة يعني اختفاء 32 مليار من موازنة الدولة خلينا نفهم التفاصيل من الدكتور محمد معيت مساعد وزير المالية لسياسات المالية مساء الخير يا فاند دكتور معيت دكتور معيت معايا يا جماعة طيب احنا هنحاول نوصل له تاني لكن الخبر زي ما قلت لحضراتكم يعني طبعا كان فيه بعض وسائل التواصل الاجتماعي خديته هزاري يعني 32 مليار ضعطة من ندور عليهم يا ولاد يعني حاجة زي ما تقالك مثلا اختفاء 13 مليار قالوا كم 20 مليار قالوا 13 مليار ولا 20 مليار قالوا كده 13 مليار من دعم التموين ما هو احنا عارفين ميزانية دعم التموين كاما عشان نقول اختفاء 13 يعني ازاي اختفاء 13 مليار واحنا اصلا ميزانية دعم التموين 20 مليار يعني دوني عقلكم هيبقى ضاع 13 مليار من 20 يعني كل اللي احنا شغالين بيه ده 7 يعني والحقيقة أن المؤسف في الأمر أن أحيانا ده بيتصدر عنوين الأخبار والمشاهد أو المواطن اللي زي وزيكم يعني ما هو يعني مش قاعد في مكتب الموازنة أو في مكتب وزير مالية لما يتقال له خبر زي ده يعني يتم تعامل معه ازاي على أي حال أنا كنت مهتما أن يكون معنا الدكتور محمد معايد مساعد وزير مالية لكن مجلس معلومات مجلس الوزراء أو مركز معلومات مجلس الوزراء نفى الخبر تماما وقال لا صحة لهذا الأمر على الإطلاق وأنه مش عارف الحقيقة هذا الكلام جاي منين أو ده وفعه إيه لكن لا صحة لهذا الخبر ده اللي بتقوله وزارة المالية ممكن مواطن نتيجة تأثير الخبر يقول ما هي وزارة المالية هتقول كده وما موزارة المالية هتقول إن الموازنة العامة اختفى منها 32 مليار إحنا في حاجة طول الوقت عشان كده بقول لحضراتكم المعلومة الصحيحة لأن المعلومة الصحيحة لما بتبانش بيبقى فيه هذا الخلط